رمضان المستابين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين كيف تدعو إلى من أواخر معارض الأزياء الإسلامية معارض أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس حيث سهرت العائلة الملكية بماليزيا على تنظيم مهرجان بأفخم المناطق الباريسية يتم من خلاله عرض آخر صيحات اللباس الإسلامي النسائي حيث تظهر نساء من كل الألوان والأجناس بأزياء تضم الحجاب وألبسة طويلة تغطي الجسم وفق التعليمات الدينية يرى مصمم الأزياء أن سوق الأزياء الإسلامية جد مربحة حيث يقول رازا ريجا شاه في تصريحه للصحافة وهو منظم أسبوع الموضة الإسلامية في باريس إن التنور الأوروبية أي لباس المرأة العادي تحتاج فقط إلى متر واحد أو مترين من القماش في حين تتطلب التنور الإسلامية من ستة إلى عشرة أمتار من القماش وهو ما يعنيه انتعاش سوق الأقمشة والأثواب يشير تحليل غرفة تجاري الدبي إلى أن سوق الملابس الإسلامية والأزياء والتصميم العالمي هو أكبر من أهم أسواق الملابس العالمية فعلى سبيل المثال في عام 2012 بلغ إنفاق سوق الصين على الملبوسات ميتين واحد وعشرين مليار دولار سوق اليابان مية وإذا عشر مليار دولار روسيا مية وستة مليارات دولار ألمانيا مية واحد مليار دولار بينما وصل سوق الملابس الإسلامية في العام نفسه إلى ميتين وأربع وعشرين مليار دولار وسيصل حسب توقعات المتخصصين إلى ثلاثمائة واثنين وعشرين مليار في عام 2018 يبين التحليل أن هناك أيضا سوقا إسلاميا ضخما للملابس في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا حيث أنفق المسلمون في هذه الدول مجتمعة حوالي واحد وعشرين مليار دولار وقد جاء تقرير تومسون رويترز جروب عن حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي لعامي 2014 و2015 مشابها لهذه الأرقام عنوان درسي اليوم كيف تدعو للالتزام باللباس الإسلامي المسلم يا أخوان والمسلم شخصيته مستقلة مستقلة في اعتقاده ومستقلة في تفكيره ومستقلة في أخلاقياته ومستقلة في شكله المسلمة هويتها واضحة في عقيدتها وفي فكرها وفي أخلاقياتها وفي سلوكياتها وفي لباسها كيف تدعو إلى الالتزام باللباس الإسلامي؟ واحد تعلم حدود اللباس الشرعي للرجال والنساء وابدأ بتعليمها ونشرها الآن الحقيقة عندنا مشكلة عدد لا بأس به من نسائنا لا تعلم ما هو ضابط اللباس الشرعي حقيقة لا تعلم عدد من رجالنا لا يعلمون وهذا يا أخوان نقص هذا دين بالنسبة لي اللباس دين أنا أتعبد الله عز وجل بلباسي كما أتعبد الله عز وجل بصلاة فأول خطوة إذا بدي أدعو لللباس الإسلامي تعلم حدود اللباس الشرعي للرجال والنساء وابدأ بتعليمها ونشرها يعينك على هذا سلسلة العفاف الاجتماعي نحن كنا من رمضانين ساوينا 120 درس من أجل العفاف الاجتماعي منهم أربع أو خمسة دروس من أجل اللباس الإسلامي على كل إن السلسلة ما زالت موجودة موجودة كتاباً وموجودة على النات وموجودة على اليوتيوب بإمكانك أن تدخل لتأخذ سلسلة العفاف الاجتماعي ففيها بحث مهم عن لباس النساء في الشريعة ولباس الرجال وهي مطبوعة في كتاب وموجودة على موقع الدكتور الشعال وعلى اليوتيوب فيمكنك قص المقطع الذي تراه مناسباً للمدعو وأرسله له بإسلوب محبب ومناسب أو ادعوه إلى متابعة هذا المقطع في سهرة معك وإن كنت من أهل الإعلام أو يمكنك الوصول إلى الإعلام فانشر ثقافة الستر والحشمة والعفاف والأدب هلأ يا أخواني اللي بيشتغلوا بالإعلام مين؟ يعني عميجوا من توكيو؟ من باريس عميجوا هون بيشتغلوا عنا بالإعلام؟ لا نحن الذين نعمل بالإعلام أخي وأخوك جاري وجارك شريكي وشريكك صاحبي وصاحبك ابن حماي وابن حماك أطلب إليه أن نتعاون في نشر الستر والحشمة والعفاف والأدب واذكر أن من يملك وسائل الإعلام يستطيع بشكل كبير أن يفرض ثقافته فمن يملك الإعلام يملك العالم جاء في كتاب العفاف الاجتماعي إن ستر الجسد حياء ليس مجرد الصلاح وعرف بيئي كما يزعم بعض المتعالمين لكنه فطرة مركوزة في الإنسان ثم هو شريعة أنزلها الله تعالى للبشر في بعض الناس يقول موضوع الحجاب بالنسبة للمرأة يعني هذا عرف اجتماعي لكن ليس دينا لذلك أنتم تضعوا إشاربات امرأة ثانية تسبح بلباس البحر هذا نوع من أنواع الاختيارات الموجودة على الأرض إن ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيئي كما يزعم بعض المتعالمين لكنه فطرة مركوزة في الإنسان ثم هو شريعة أنزلها الله تعالى للبشر بدليل أن آدم عليه السلام وزوجه لما نزلا من الجنة وبدت لهما سوآتهما بادرا مسرعين لستر عوراتهما لأن الفطرة تدعو الإنسان السوي إلى ستر العورة فالفطرة الإنسانية فطرة سترين وحياء على العكس من فطرة الحيوان الآن الكلب لا يتحرج أنه يبدو كله البقرة لا تتحرج لا تنزعج هي لا نفسيا ولا صحيا بس الإنسان أصلا وحد من الذين يعذبون الناس ويريدون أن يدمروا نفسياتهم يجعلونهم بدون ثياب الإنسان يتأذى أذية كبيرة كائنا من كان يتأذى من العري وإن من خذلان الشيطان للإنسان وسخريته به أن ينزع عنه لباسه الساتر قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم شيطان أصلا يضحك على الإنسان ويوسوس له حتى يسخر منه ويجعله يذهب للعري وقد أجمع علماء المسلمين على أن ما عدى الوجه والكفين من جسد المرأة يجب ستره واختلفوا في الوجه والكفين هذا ولا يعد اللباس ساترا حتى يستر اللون والحجم الأخوات كثير مهم نحن نتعلم الحكم الشرعي نحن مسرورون إن كنتم موجودات معنا بالصلاة بس هذا الصلاة هذا أول جزء اطمأننا عليه ألا بدنا أجزاء تاني لا يعد اللباس ساترا حتى يستر اللون والحجم فإن أظهرهما أو أظهر أحدهما فليس بساتر وبناء عليه فإن البنطال الضيق الذي ترتديه النساء يمشين به في الشوارع ليس بساتر والقميص الضيق أو الشفاف الذي ترتديه المرأة مع خمار الرأس لا يعتبر ساترا قال أحد الباحثين العري فطرة حيوانية ولا يميل الإنسان إلى العري إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان وإن رؤية العري جمالا هو انتكاس في الذوق البشري بلا شك ومؤشر واضح على الجهل والتخلف في المجتمع البشري فالمتخلفون في أوسط أفريقيا كانوا عرات وعندما دخل الإسلام إليهم أول مظاهره إكساء العرات وقد اعتنى الإسلام باللباس عناية فريدة لا يجدها المرء في قانون وضعي وإنك تكاد لا تجد كتابا مرجعا في كتب الفقه الإسلامي إلا تجد فيه بحثا مطولا عنوانه كتاب اللباس أنا عندي في مكتبتي كتاب مؤلف من ستمائة صحيفة هو رسالة الدكتوراه اسمه اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية شو معنات ستمائة صحيفة تتكلم عن اللباس فيك بإمكانك بقى تتصور أنك تستند إلى ركن وثيق هذا رسالة الدكتوراه يعني صاحبها أربع سنين ثلاثة سنين قاعد عم يشتغل ويبحث راجع بقلب الكتاب إلى ثلاثمائة مرجع معنات الأمر ليس اعتباطا والأمر اللباس ليس مو موضوع أنه أنا هيك جاي على بالي أو مو جاي على بالي أنتم تعرفوا يا إخوان الآن تقوم دول وتقعد لأجل إشارب يضع على الرئيس أو لا يضع تجتمع برلمانات الدنيا أنه أخي ليس دخلتوا على الجامعة فتاة حطة إشارب أو ما لا حطة إشارب ليس صار في وزيرة بإشارب ولا بلا إشارب لماذا تجتمعوا الدنيا من أجل اللباس لأن اللباس قضية مهمة ليست اختيارا فرديا يعني أنا هيك جاي على بالي أنا إذا كان ما جاء إلى بالي يوافق الشرع أضعه على رأسي بس إذا يخالف الشرع سأتركه كيف تدعو إلى اللباس الإسلامي أول شيء أن تتعلم أحكام اللباس الإسلامي ثم انشر هذه المعلومات اثنين لا تنكر على المخالف الذي لديه دليل كموضوع ستر الوجه أو كشفه الآن مذاهب الفقهية قسمان وكلاهما معه أدلة صحيحة بأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في اتجاه فقهي وفي اتجاه فقهي لا يجوز لها أن تكشف هذا صحيح وهذا صحيح فلا هذا ينكر على هذا ولا هذا ينكر على ذاك لا تنكر على المخالف الذي لديه دليل كموضوع ستر الوجه أو كشفه لبس مانطو أو عباء أو لبس شيء آخر ساتر طالما أنه ملتزم بحكم شرعية معتمد الآن إذا امرأة كشفت عن وجهها ولا ترتدي مانطو غير أنها ترتدي لباسا سابغا وساترا وموافق لقواعد اللباس الشرعي فمن غير المناسب الدخول معها بنقاشات قد تكون منثرة بالنسبة لها نحن أهل الشام نلبس المانطو الأسود أو الكحلي أو لون فاتح بس إذا تذهب إلى كفر بطنة يلبسوا عبائي لون بيضاء مبرقع إذا تذهب إلى محافظة ثانية أو قرية ثانية يلبسوا عبائي سوداء لا يوجد حرج العبائي كانت بيضاء لما برأعة لما كانت مانطو كحلي لما بانطو أسود المهم أن يكون الشيء ساترا وليس مناسبا إذا كان في دليل فقهي لمن يرتدي هذا الثوب وصحيح أن ندخل في نقاشات معه ثلاثة حرّض التجار والصناع والمصممين وأصحاب المال والأعمال لإيجاد بضائع محتشمة بأسعار مناسبة وتصاميم جميلة هذه يا أخوة مسؤوليتنا كلنا إذا ابنك رايح باتجاه شيء مشروع ملبوسات حرّضوا أنه يساوي ملبوسات محتشمة إذا أنت معك رأس مال بدك تحطه في مشروع مالي حطه بالملبوسات المحتشمة الدراسات كما سمعتم أولا سوق اللباس الإسلامي هو أقوى سوق لباس في العالم والمتوقع في القادمات حينتعش أكثر وأكثر يعني حتى مالياً أنت بتربح بس نحن أساساً من أجل عقيدتي مالي بدي أجعله خادم للعقيدة التي أعتقدها حرّض التجار والصناع والمصممين وأصحاب المال والأعمال لإيجاد بضائع محتشمة بأسعار مناسبة وتصاميم جميلة وإيجاد بدائل تحقق للفقراء والأثرياء ما يطلبون وفق قواعد الشرع ودل على بعض الماركات العالمية والمحلية التي تعنى باللباس الإسلامي من الماركات المشهورة شكر الأردنية أرمين التركية حجاب الأندونيسية رابيا زيد الإماراتية إرادة الروسية وكل هذه الماركات لها مواقع على النت أربعة شجع تربية البنات منذ نعومة أظفارهن على الحشمة واللباس الساتر وإحاطتهن بصحبة صالحة محتشمة وبذل ما بالوسع للحفاظ على هذه الصحبة وانصح أهل بيتك من زوجه وبنات وباقي الحواشي بالحشمة واستبر على ذلك ولا تمل لأن الأمر ليس هيناً وهو يحتاج لمتابعة حثيثة أحياناً يعني بنتك ما تستنىها لتصير بالأربعة عشر تقول لبابا بدنا لبسك إشارة لا بنتك من عمر خلاص من عمر التسعة والعشرة إلا لأمة شتري لكم طويل طوليلة خراطة التنورة التي تلبسها لعت لبسيها كنزي حفر وانت يا أم أنتوا الآن النساء بكرة نازلين تشتروا لبناتكم بنتك عمر عشر سنين لا تشتري لكم حفر التدريب نحن ندربها هي ليست مكلفة شرعان لكن أنا أريد أن أدربها بعد سنتين هذه البنت تبلغ كيف إذا كانت قبل جمعتين بالحفر هلأ أريد أن أقول لبابا البسي طويل والبسي إشارة تلاقي فيه شيء هجين بذلك من صغر بنتك وبنتي وبنتك كمان دربية على اللباس المحتشم واجمعيها مع بنات محتشمات سامحوني يا أخوات وليس أحد يزعل مني هو كمان يحكي للأخوة لما عم تحط بنتك بمدرسة مختلطة لا دينية عم تفوت الآنسة تقريباً من دون هدوم كيف لون بنتك بدأ تلبس حجاب وكيف لون بنتك أصلاً بدأ تحب الحجاب والمحجبات ما أنت حطيتها بإرني مشان تقلها إكرهي الحجاب كل من حوله معظم من حوله عم يلبس هكي endless بنت تتعلق تحب الآنسة تبعها فإذا أحبت الأنسة بدأت تحب كل مفرداتها بالجملة لباس الأنسة كيف أنا بدي إلا إلا ألبسي إشار كيف بدي إلا ألبسي مانطو إما في قوة إقنعة والسبب أنت ووالله سيسألك الله بلا ريب ستسأل وإنت يا أختي سيسألك الله عز وجل أحيطي ابنتك بفتيات محتشمات متقوم بنتك تعلق ألباب واحدة منهم بتحب لباسها فتلبس مثلهن وحاول جذب الفتاة وإغراءها بارتداء الحجام يقول الشيخ طنطاوي كيف أعمل على تعليم بناتي الحجام أنا لا أريد أن أجبر بنتي عليه إجبارا فتتخذه وهي كارهة له ضائقة به حتى إذا استطاعت نبذه نبذته بل أريد أن تتخذه مقتنعة مطمئن إليه محب له فكرت وطلبت العون من الله لما جاوزت بنتي الأولى التاسعة ومشت في طريق العاشرة أو قبل ذلك بقليل نسيت الآن قلت لأمها اذهبي فاشتري لها خمارا يعني إشار غاليا نفيسا كان الخمار العادي يباع بليرتين اثنتين وإن ارتفع ثمنه فبثلاث قالت إنها صغيرة تسخر منها رفيقاتها إن غطت شعرها ويهزأن منها قلت لقد قدرت هذا وفكرت فيه فاشتري لها أغلى خمار تجدينه في السوق مهما بلغ ثمنه كلمتني بالهاتف من السوق قالت لقد وجدت خمارا نفيسا جدا من الحرير الخالص ثمنه أربعون ليرة وكان هذا المبلغ يعدل يومئذ أكثر من ثلث راتبي الشهري كله فقلت لها اشتريه فتعبت وحاولت أن تثنين عن شرائه فأصررت فلما جاءت به ولبسته البنت وذهبت به إلى المدرسة كان إعجاب التلميذات به أكثر من إعجابهن بارتدائه وجعلنا يثنين عليه وقد حسدنها على امتلاكه فاقترن اتخاذها الحجاب وهي صغيرة بهذا الإعجاب وهذا الذي رأته من الرفيقات وذهب بعضهن في اليوم التالي فاشترينا ما يقدرن عليه من أمثاله وإن لم تشتري واحدة منهن خمارا في مثل نفاسته وارتفاع سعره بدأت اتخاذ الحجاب فخورة به محبة له لم تكره عليه ولم تلبسه جبرا وإن كان العامة يقولون الشيء الغالي ثمن فيه فإن هذا الخمار بقي على بهائه وعلى جدته حتى لبسه بعدها بعض أخواتها وهو لا يزال جديداً فنشأنا جميعاً بحمد الله متمسكات بالحجاب تمسك اقتناع به وحرص عليه هلأ كل واحد بناتنا بدأوا يلاقي الطريقة مع بنته ليس شرط بالتسعة ولا شرط بالعشرة ولا شرط بالإدعاش بس أنا بدي بنتي دربها شوي شوي حتى إذا صارت تلتعاش مستعدة وانتهى الأمر نفس الشيء أنتوا يا أمهات أنتنا مسؤولات عن بناتكن شان نحن نتمسك وهذا المجتمع وهذا البلد الحمد لله بلد من ضبيط نتمسك بهذا اللباس الإسلامي خامساً وأخيراً اعلم أن لدى المرأة دافعاً فطرياً لتتجمل ولتبدي جمالها والتعامل مع ذلك وإشباع هذا الدافع كأن تقوم الأم ببذل وسعها في تجميل ابنتها والعناية بها عند وجود مناسب للنساء ألا لما يكونوا النساء مع بعضون أنا خلاص دي أفسح مجال لبنتي تلبس أحلى شيء وتتغندر وتتبودر وتساوي شعره وتتمكيج خلاص ما هنا النساء أعدين مع بعض من البعض بس إذا كانت في الطريق ابنتي لا في الطريق هي محتشمة الإسلام ما بيمنع لكن بيأطير فأنت راعي هذا الأمر المرأة لديها دافع فطري للتجمل ولإبداء جمالها كأن تقوم الأم ببذل وسعها في تجميل ابنتها والعناية بها عند وجود مناسب للنساء وأن يحث الرجل زوجته على التجمل أمامه ويثني على ذلك ويبدي أعلى درجات الاهتمام وأن يقوم الزوج الأب ببذل ما يقدر ليشتري أجمل الفساتين والملابس للنساء اللواتية لذن به حتى يشبعنا هذا الميل ليس الحال نحن الرجال ليس متعاودين نشتري تياب ولكن أخي لبنتك يريد أن يشتري له هناك شيء في داخلها يعني يبحث ليس الحال لو خسرت المال ولكن أنا تسبت العفاف هذا مطلوب وأن يغدق الزوج والأب والأم كلمات الثناء والمديح هذه أمور حيوية لا بد من الاهتمام بها أشد الاهتمام هذه خمسة أمور أيها الإخوة كيف تدعو إلى اللباس الإسلامي ختاما المتوقع منك أيها الأخ أن تبدأ مباشرة طبعا والكلام للأخوات الآن بتطبيق ما سمعت فتحاول أو تحاولين مع بعض أرحامك أو صديقاتك أو جاراتك ولعلك تزيدين على ما ذكرته لك أو توقصين ولا تنسي الإخلاص لله تعالى في عملك والدعاء للمدعو قبل وبعد دعوته ووالله لأن يهدي الله تعالى بك فتاة واحدة خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين رمضان المستابين جاء بالنور المؤمن مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين ترجمة نانسي قنقر